تقرير عن النشاط الجمعوي الذي يلعب دور كبير في مساعدة المحتاجين هو دور مهم جدا وكل الأدوار التي تدخل في إطار بناء مجتمع مدني قوي عن المجتمع المدني عن دوره الفعال والتنسيق مع الحكومة لإيجاد حكم راشد عن هذا الموضوع يسيدني أن أستاذف هنا في البلاتو سيد سوفيا عفان رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة أسعد الله صباحك سيدي شكرا لك أيضا كما قلت أن تثمين وتفعيل دور المجتمع المدني سيكون شريك حقيقي لمرافقة الحكومة بالنسبة إذا تحدثنا عن المجتمع المدني ودوره الحقيقي والفعال لا يمكن أن يعمل المجتمع المدني في منأة عن المؤسسات الإدارية سواء على مستوى المحلية وعلى المجالس المتخبة وكذلك مع الوزراء بالإضافة إلى الحمد لله اليوم نرتأي منذ انتخاب رئيس الجمهورية سيد عبد المجد تبون كان حقيقة في كل مرة أنه يتحدث عن المجتمع المدني ويركز عن أدواره وهذا ما لاحظناه جاليا من خلال مثلا على مستوى هيكل رئاس الجمهورية أن هناك مستشار لرئيس الجمهورية الذي يتكفل بهذه الفئة الهامة من المجتمع وكذلك الجالية الوطنية بالخارج فهذا إن دل على شيء فحقيقة هناك أمور تجسد ميدانا لإهتمام بهذا الشريحة الهامة من المجتمع العام الجزائري وكذلك نلاحظ خاصة بعد الدستور وكانت هناك أمور جسدت ميدانا من خلال دستارة نشاط المجتمع المدني نجد أنه كذلك كانت هناك تحدث جدهام بالنسبة للدباجة سواء على المجتمع المدني أو حول دور الشباب وإن شاء الله نتمنى في المستقبل القارب وكما نعلم أن هناك العديد من الأمور التي سوف تجسد ميدانا من خلال المرسد الوطني مرسد الوطني لمجتمع المدني المرسد الخاصة بالشباب بحقوق الإنسان وكذا مكافحة الفساد لاحظنا أنه جليا في خوضون هذه السنة أن كل هذه الأمور كانت هناك تشاركية من خلال السلطات العلية للبلد بالخلال لفعالية المجتمع المدني على كل حتى بالنسبة لنشاط الحكومة لا يمكن أن يكون وأن يجسد بدون المجتمع المدني وهذا ما رأيناه خلال السنوات الماضية أن تغييب المجتمع المدني في لعب دوره سبب نوع من العقبات في السنوات الماضية فكانت هنا الكثير من الأزمات بخصوص هذا المجال وهذا الموضوع إذا تحدثنا مثلا عن الطاقة الحكومية أو الهيئات الوزارية بمختلف مشاربها ومختلف موضعها فهناك مثلا ذات طابع الاجتماعي وهناك ذات طابع الثقافي وهناك ذات طابع التربوي التكويني بمختلف وزاري هناك كذلك العديد من الوزارات المستحدثة والتي نباركها مثلا هناك وزارات التابعة للوزارة الأولى بخصوص المؤسسات المصغر فهذا إن دل على شيء هناك حقيقة هناك نية حسنة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع له وهي الشباب الشيء الذي نتمنىه ونقوله مثلا نحن على مستوى البيئة والمواطنة لدينا العديد من العلاقات مع مختلف الوزارات مثلا إذا بدأنا أولا بوزارة البيئة في حد ذاتها الوزارة المتدبة للبيئة السحراوية المختلف الهيكل تابع الوزارة البيئة عندنا كذلك بخصوص منظمة هناك جانب خيرية وجانب مساعدات لدينا علاقات جدا طيبة مع وزارة التضامن وكذلك كل هيكلها نجد أدما إذا تحدثنا عن المواطنة إذا تحدثنا عن المواطنة نحن المعترك وإن شاء الله الأهداف التي نسمو إليها أننا نتحدث عن الواقع إذا تحدثنا عن المواطنة نلاحظ ما هي إنشغالة الشباب بخصوص التشغيل بخصوص البطالة المواضيع التي لا بد لنا أن نتحدث عنها ولا نهرب إلى الأمام مثلا نلاحظ أن هناك فئة من الشباب يلجأون إلى الهروب إلى الخارج الهجرة الغير الشرعية هذا الأمور هذا واقع إذا كان حقيقة هناك ضور ريادي للمجتمع المدينة فلا بد من التحدث عن الحقائق لدينا كذلك من جانب التطوع هناك علاقة مع وزارة الشباب والرياضة إذا تحدثنا مثلا على أننا نركز بإذن الله تعالى وميدانا مع وزارة التربية وكذا وزارة تعليم العالي ووزارة تكويل المهني من أجل ترسيخ الثقافة البيئية لدى النشأ سواء للأطفال هذا من خلال النوادي البيئية نحن كشركاء نلاحظ أن هناك برامج بالنسبة لكل وزارة وصية إلا أن المجتمع المدني لا بدله أن يتقدم ولا بدله أن يطرق الأبواب أن يبدأ على نيته الحسنة من أجل العمل والشيء الذي نطلب به نتمنى أن تكون هناك مرافقة فعلية وجدية لأنه هدفنا الأساسي نقول مثلا في المنظمة الجزائرية البيئة والمواطنة هناك شعار واضح للمنظمة الجزائرية وهو مواطن جزائري هذا في خدمة بلدي أنا نقول لها لنتحمل المسؤوليتي أنا ما نخدمش معك كمسؤول من أجل الاستفجاز ومن أجل الوصول إلى مصالح لابد هذه النظرة الدونية وهذه النظرة التي نقص بها بالدور المجتمع المدني أننا نخرج منها نخرج من ذلك الصورة النماطية لماذا لا نروحوا من جانب الإيجابية ونقولوا بللي كان هناك شباب هدفهم الأساسي ألا هو خدمة الوطن لا غير يعني خاصة كما ذكرت نقطة شيء مهمة هي المواطنة لما شوفوا الجزائريين قبل الاستقلاق كان عندهم حب الوطن فما كان يفكر في نفسه بطريقة آنانية أنه أنا جبت الاستقلاق فأنا لازم نكون آناني الخرفة الآن ذلك حب الوطن ما نقولوش بللي ناقص ولكن وكأنه مغيب للأسف على كل نعود فقط لتصريحات مساشر رئيسة الجمهورية سيدنا سيهبر رمضان اللي قال أمس أنه يجب الآن تفعيل دور المجتمع المدني وهذا من أجل تجسيد تماسك اجتماعي حقيقي بالنسبة ليوم الأمس كان لنا الخرجة الثانية للمنتدى الوطني لحركة الجمعوية والشباب برفقة إخواني لملك الشافة والعديد من فعاليات المجتمع المدني التي أحييهم رؤساء التنظيمات والعديد من أعضائهم على مستوى المكاتب الوطنية وتكون إن شاء الله دعاوات مستقبلي وزيارات ميداني لعديد من الولايات لإشارك كذلك الفعاليات المجتمع المدني المحلية ورؤساء الأحياء لأن هذا الشيء هم جميع فئات المجتمع من الوطن الشيء في المنتدى كانت لنا الخرجة الأولى كانت تحول الدستور ولا وهو حث الشباب من أجل المشاركة على الأقل أنت كشاب جزائري لديك الحق في التصويت لأن إذا أردنا التغيير لابد أن نغير من أنفسنا لكي نضرق أبواب الآخرين الحمد لله يوم أمس كان من أجل تعزيز الجبهة الداخلية من أجل رص الصفوف الشيء الذي نقوله هذا المنبر نحيي الأخ نازيه رمضان ليس للتزكية لاحظوا أنه منذ الانطلاق في العمل كانت هناك العديد من الزيارات الماراتونية لكافة الولايات ولقاء الشباب مباشرة ولقاء الجمعيات مباشرة من أجل المناقشة والإبداع على الرأي في العديد من مرات سواء لقاءات رسمية أو لقاء مع الأخ نازيه بالرمضان أنه دوما يوعد هذه توصيات السيد الرئيس الجمهورية أنه إن شاء الله تكون هناك مرافقة جد وفعالة ويكون هناك إن شاء الله تنظيم لنشاط المجتمع المدني والشيء الذي ينتمنى أنه يكون هناك تكوين حقيقي تكوين حقيقي لفعالية المجتمع المدني لأنه اليوم ليس التطوع الميداني من أجل حملاء التشجير متطوعين من أجل الواطن يكون لنا الضوء الريادي أنا نقولها اليوم إذا بغينا الناس نتحدثوا على هذه الجزائر نقول الكل يتحدث على الجزائر الجديدة ولكن نحن نمر نزوره للإخوة سواء في القرى من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب هناك انشغالات واقعية الشاب ولا المواطن ولا أي إنسان يقول لك أنا أمن بالملموس إحنا وش هو الضور تعالى كمجتمع مدني الضور الحقيقي لفعالية المجتمع المدني ألا وهو إيصال الإنشغالات من المواطن إلى المسؤول بأمانة عندما تصل هذه الإنشغالات نتمنى أن تكون هناك استجابة إيجابية أن إن شاء الله أننا تبقاش ذلك الأمور البيروقراطية أنها منظمة أو جمعية الحمد لله اليوم نلاحظوا التسريع مثلا للحصول على الاعتماد بالنسبة للجمعيات لأن مدى بنا إن شاء الله على مستوى مصالح الولايات ومسؤول البلدية أنه إنسان من يديع ورقة عادية نروح الوزارة نروح المصالح رئاسة الجمهورية يناكز يدريسبسي وحاجة عادية نتمنى أن هذه النظرة الإيجابية الفوقية بالنسبة للرئة أنها إن شاء الله نلاحظها على مستوى كل الهيئات الوزارية على المستوى الولايات على المستوى البلدية لأنه ما يمكننا أننا نروح بجزائر جديدة بدون تعامل جامع على كل كان معي ضيف من جماعية كافة اليتيمة اللي كان عندها نشاط محلي الآن يعني من خلال كل هذه التسئيلات تسئيلات قدرت أنها توصل نشاطها الخيري على كل ربوع الوطن على كل سيدي يمكن أن المشكلة الرئيسية أنها تقولت بلي توصيل انشغالات المواطن كذلك أنه تكون هناك تحرك من قبل السلطة لكن عدم وجود تلك الثقة التي فقدها خاصة لما تقول نقولوا الشاب الجزائري يفقد الثقة في كل مؤسسات الدولة الآن هذا هو العقبة الرئيسية في التوجه نحو جزائر كما نقول جزائر رشاد اليوم المعترك الحقيقي المعترك الحقيقي الذي نسمو إليه ألا وهو إرجع الثقة ما بين المواطن والمؤسسات برمتها اليوم شاء الله واش هو الدور تعني الأساسي مثلا تحدثوا نلاحظوا أنها في مجلس الوزراء كان هناك تحدث عن فئة أهم من المجتمع والإخواننا من المجتمع المدني هناك العديد من الجمعيات التي تعمل على مثلا على مستوى الشباب الذين يرغبون أن تكون هناك مناصب شغل دائمة ومناصب شغل قارة نحن واش نتمنى إن شاء الله هناك العديد على مستوى المؤسسات العمومية نتمنى أن إن شاء الله يكون هناك عدل يكون هناك أسبقية الناس مثلا تلقادروا شاب من الشباب عند عشر سنة هو بريون بلو ولو 12 سنة في مؤسسة ما وبعد في يومين ما أنه يلاحظ شاب آخر في هذه الأمور واقعية في سنة أو سنتين أنه أصار مسؤول عليه أصار مسؤول عليه شفناها كثير نحن نتمنى مثلا في هذه الفئة والتي دوما أنادي من جانب المواطنة في المنطمة أننا دوما ننادي إن شاء الله أنه يكون هناك أحقية للحصول على مناسب شغل ونتمنى أنه كذلك ننادي من جهة أخرى مدام الاقتصاد الجزائري العصة بتاعه اليوم إن شاء الله مؤسسات مصغرة مؤسسات ناشئة مؤسسات ذات معرفة نتمنى أنه الشباب أنه يلجأ لهذا الجانب وكذلك نطالب اللحظة اليوم العديد من الشباب إخوانينا مثلا في العديد من الهيئات التي تمثل هذا الجانب الهم من الشباب أنه يطالب وتكون هناك تسهيلات اللحظة أنه اليوم مثلا رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزارات المنتجة بخصوصة نتمنى أنه إن شاء الله نكونوا كاقتصاد دول أخرى اليوم الحمد لله عدنا المادة الخام من الشباب عدنا الإمكانيات وعندنا الكفاءة أيضا والكفاءة العالية للشباب الجزائري اللحظة أنه بعد بدام تحدثنا يوم أمس على رص الصفوف نهضروا الواقع بالنسبة لجائحة كورونا كانت لها مخلفات اقتصادية نتمشى بالواقع تلقى مثلا أن إنسان كان عامل بسيط أو كان على مستوى سائق في الحافلة لمدة شهر أنه نتخم في الأبناء هذا هو دور المجتمع المدني لازم نهضروا الحقيقة ونوصلوا للإنشغال ونكونوا ماشيين غين باللغة للإنشغال نساهموا في إيجاد حلول مثلا إذا تحدثنا عن جائحة كورونا كان هناك اللي نسميه دور عادي وهو أنه نقوم بواجبنا اتجاه الوضع مثلا حمل التعقيم حمل التحسيس أن الأخوان مثلا في الجمعية الخيرية أنها ساهمت بدعم كذلك لاحظوا أنها كانت هنا قوافة لموزارة التضامن هذه الأمور ولكن نحن كشرك نزيد ونساهم نحن نتمنى هذا العمل تكون فيه احترافية ويكون فيه تكوين لأمور أخرى ولا بد من دوما الرجوع إلى الأصل مثلا إلى تحدثنا كما قلت الأخت لاحظوا أن رجعوا الأجداد نتاعنا والأباء نتاعنا أنه واجهوا الاستعمار الغاشم الفرنسي بإمكانية جدا بسيطة وبنظرة محبة للغير لأنه الآن يمكننا نحن نقول أنه هناك نظرة أنانية أن كل واحد يفكر في نفسه لابد وعلىها ركزنا اليوم الأمس في رأس الصفوف لاحظوا خاصة على منصة التواصل الاجتماعي هناك من يرغبون في أن تكون هناك نعرة جهوية لأنه إحنا اليوم وش نقوله إذا كنت لو من رجعوا للتاريخ نتاعنا أنها بأقل إمكانيات ودماء الشهادة معلقة قاعدنا سواء للمواطن سواء للمسؤول لأن هذا البلد هذا الحمد لله الأراضي نتاعه المسقية بدماء الشهادة نحن نتمنى الرجع للأمس القارب الناس ما كان عندها والو وطل من أجل واجه أننا اليوم بشرنا مريحين هنا وراننا ننعم بالاستقلال الحمد لله لازم إذا كنت نبغينا البنو الجزائر أننا نخرج من كل الخلفياتنا كل إنسان يتنازل ولو لفترة أنا قلتها لهم من تكون المصلحة العامة ننزع القبعة أنا ما نخطبش تحت لواء المنظمة لأنها الهدف الأسماء هو بناء الجزائر من الجامعة وبالحديث بما أن الجزائر هي أمانة تركت في أعناقنا وهي كذلك أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة هناك تحديات تنتظر الجزائر خاصة تحديات خارجية عندما نتحدث التحديات الخارجية ولكن نكونوا واقعيين هناك تحديات اقتصادية جد هامة وكبرى خاصة مع جائحة كورونا التي غيرت كل خارطة الاقتصاد العالمي الشيء اللي لاحظه المؤخراً في اليوم أمس في المنتدى أن نتطرقنا إلى أمر مثلاً على مستوى المغاربة على مستوى الدول الجوار لاحظ منذ الهجوم على مناطق الكركرات بالصحراء الغربية هذا الهجوم ليست هجومة عفوية ولهو دوماً العمل على استفزاز وطني الحبيب الجزائر إلا أن الحمد لله هل هي هجمات إذن صح أنها مدروسة مسبقة يمكن أن نسميها الجزائر مستهدافة إذن يمكن القول أنهم يتربصون بجزائر دوماً لأن عندما مثلاً الأشقائنا الصحراويين نحن الهدف نحن ما نساندو في الباطل ولا نساندو في الظالم نحن كجزائريين عدينا عقيدة أننا دوماً مساندين مساندين القضايا التحرورية في العالم نحن كنا مستعمرين وكان عدنا مواقف دوماً في حركة عنهم إنحيات أننا دوماً الشعب الجزائري حكومةً وسلطةً وشعباً أنها دوماً المواقف تها الثابتة والحمد لله المواقف تها الخارجيين تاعتنا دوماً حاكيمة ونحن نقولها أنها بالنسبة لقضية السحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار الحمد لله إذا كان مش تغريداً رئيس رئيس ترومب المنتهي عهدته هي التي تغير ملامح العالم والحمد لله كانت الردود من طرف الهيئة الأمم المتحدة وهذا واقع لأن السحراء الغربية نقولها اليوم أو غداً نحن كمساندين لدول المضطهدة في العالم أننا نطالبه بإذن الله أن يكون هناك تقرير المواصر ومن هذا المنبر لأنه حيي كل شيء الأخواننا الصحراويين ونتبه أنه يكون هناك دور المجتمع المدني الحقيقي من العديد من الفعاليات قوافل تضامن وهذا ليس تضامن جزائري وفقط نلاحظ أن هناك تضامن دولي وهذه بالنسبة لموقفنا كمجتمع مدني أننا دوماً مساندي للقضايا العادلة نلاحظه كذلك اللحظه الواقع الذي نعاشه اليوم نلاحظه بعد كما قال بعض الهرولة من عديد من الدول بالنسبة لعلاقات خاصة تطبيع مع الكيان الصهيوني نحن هذا التطبيع ننبوده جملة وتفصيلة ودوماً مع القضية الفلسطينية لأنها كما قال رئيس الجمهورية قضية محورية وقضية الأمم ونرجع للتاريخ منذ الأزل منذ الاستعمار إلى الراحل هواري بومدين أنه يقول أننا مع الفلسطين ظالمة والمظلومة نذهب للجميع الحمد لله نفتخر بهذا الموقف الجزائر المشرف ونداء كمجتمع مدني للشباب نلاحظه نحن نشوفه النظرة بعد لاحظه ما جاره في العراق وما جاره في سوريا وما جاره في ليبيا لا الحمد لله سوفيان الشباب الجزائري واعي جدا بما يحدث في العالم حتى بالنسبة في الدول العربية على غرار ما ذكرته وهذا ما يتعوني لأن أقول أن الجزائر ليس فقط بسبب مواقفها فقط الأمر يتعلق كذلك نعود إلى نقطة جيد مهمة الاقتصادي العالمي الجزائر الآن أمام تحديات كبيرة يجب أن نكونوا يد باليد في الداخل حتى نكونوا بالمرصاد في الخارج وكذلك وهذا يدفعنا أن الجزائر أنها يكون لها مكانة مستقبلا بما خاص خارطة الاقتصاد المطني عندما نتحدث عن العولمة الاقتصادية العالمية اللحظه أن هناك اليوم خاصة اللحظه أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بنسبة كبيرة على البترول ولاحظه مخلفات الجائحة كورونا ودوم إنهيار في أسعار نفط هناك باسس الأمل أنا نقولها أنهم قتلهم ما نسموهاش نسمو ذلك الجائحة ومعا بعدها ليست نقمة وإنما نعمة لاحظوا مثلا كان هناك تخوف في بداية الأمر قال المنتوجات المواد الغذائية المنتوجة سيكون هناك نقص في المواد الغذائية مواد الفلاحية حقيقة كانت هناك ثورة خاصة في المجال الفلاحي لاحظه أن تروح الخيرات الخيرات هذا إن دل على أن هناك عزيمة وهناك قوة لهذا الفلاح وهذا المواطن الجزائري وحتى بالنسبة للشباب المخترع شفنا الكثير من الإختراعات لأثبت أن الشباب الجزائري يمكن لو أنه توفر له هذه الإمكانيات سيقدم ويبدع فيها أنا أسمي مثلا بالنسبة للتطوع بالنسبة للنشاط لاقتصاد لدينا مادة خام جدا قوية ولمتمثلة في هذا الخزان الكبير من الشباب الجزائري ولا دوما يعتمد على خبرات الكبار ولا خبرات الناس اللي يوجهون نحن نتمنى أن إن شاء الله في جميع الميادين أنه نكون نتحده من أجل تقديم الأفضل إعطاء الفرصة لهذا الشباب المبدع بالنسبة كذلك لقدروا نطرقه إلى دور المجتمع المدني على مستوى الخارج لأخذ هذه الصورة المحلية الإيجابية لأن نوزعها إلى الخارج الحمد لله لدينا العديد من فعالية المجتمع المدني والمنظمة أنها لديها لديها مشاركات على المستوى المغاربية على مستوى الإفريقية من هيئات وهناك كذلك حتى المشاركة في العديد من الهيئات الدولية ذات المجتمع المدني تنفيليات نحن مدى بنا هذه الصورة الحسنة أننا ننقلوها على البلد نتاعنا للخارج لأنه إذا لنكون أقوية للخارج لابد أن تكون عندنا جبهة صمود وتحدي ونكون جدار صد من أجل بناء الوطن وهذا ما يهمنا حاليا كما قلت أن جزائر من جانب الاقتصادي تعاني كذلك تعاني من تحديات كبرى ستجدوها نشوف ونسجلوها من خلال كل نقاشاتنا عبر قناة نهار كذلك هناك تحديات أمنية يجب أن نكون حاذرين في الوقت الراحم بالنسبة للتحديات الأمنية أول شيء نعلم أن الحمد لله في جميع الفترات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نحيي قوة الجيش الحمد لله لأن الجيش العقيدة وثابات بالنسبة لقوات الدرك الوطني جميع السلوطات الأمنية نلاحظوا اليوم الحمد لله اليوم رأنا أننا مثلا رأنا في هذا الاستوديو في الجزائر العاصمة والغالبية الشباب أننا نتفكروا بأن هناك شباب راح في الحدود الجزائر بألف الكولوميترات وأن الهدف أنه يحمينا نحن كمواطنين الشيء الذي نقوم به الجيش يقايم بدورها الحمد لله بحماية المواطنين وحماية الحدود أننا اليوم هذا هو رس الصف الداخلي أننا نكون في تحديات جيشينا وفي تحديات أهداف دولتنا العزيزة هذا هو الهدف الذي نصبه إليه وأنه يقولوا كان بعض الأطراف مثلا خلال توصية اليوم أبس نتع المنتدى أننا نركز في إعادة بث الروح إعادة نحن لا نشكوش في وطنية الجزائرية ولكن كل مرة عندما نعطي جرعة على مستوى المؤسسة التربوية على مستوى الخارج أننا نتحدث في لقاءات جوارية مع فعالية المجتمع المدني لأن دوما نركز مع العائلات نتاعنا هذا الأمر هذا إحياء بعد الروح الوطنية هذا يجعلنا دوما في منأة نلاحظوا أنه بعض منصات التواصل الاجتماع ربي يهديهم أطراف تلقى الناس لبعض الأطراف اللي يكرهون من الداخل ولا من الخارج يبدو واحد سموم إشاعات مغردة قال مثلا تلاحظي مؤخرا أنه ما كان من هذا المنبر أن ترحموا على جميع الجهداء الواجب الوطني قالنا في بعض الفترة في منصات أنها استيشهاد وفي كي تجي تراجع ما كان هذه الأمور هذه النسلة التي تبت هذه الأمور المغريضة نتمنى اليوم نحن كشباب نستغلوا هذا التواصل الاجتماعي للإيجابية ولكن إذا أردنا أن نذهب بالجزائر لبر الأمان أننا كمجتمع مدني لابد للأمانة إصال الإنشغالات وإيجاد الحلول أنا ننصف الجامعة أنا ننصف ذلك الشاب الذي يعاني من شيء بأجل إيجاد حلول لأن الجزائر الجديدة لا بد أن تبنى بأياد الجامعة طبعا وهذا أملنا كلنا أن الجزائر كما يقوله ميهز هاري إن شاء الله إن شاء الله سيد سوفيان عفان رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة نشكرك جزيلا شكرا نحن في الأول وفي الأخير ما يهمنا هو أن تبقى الجزائر دائما وقفة وتقعد كما يقول لك الأمانة لورثناها على أجلدنا أن نوصل هذه الأمانة للأجيال المقبلة شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا